السلام عليكم اليوم سأذهب على البنت التي تسرق المصاحف ومن التي قبطها البوليس قالت لي هم كنصدقهم في قرسيف كتعيش واحد البنت عندها عشرين عام بدأت كتسرق ولكن بطريقة غريبة كانت تمشي الجوامع وكتسرق المصاحف في كل جامع كان مصاحف كانت تحطوا باش يقرأوا فيهم المصلين هاد البنت كانت كانت تمشي تدور على الجوامع وكتدخل مخبية باش ميشوف هحد وكتقلب على المصاحف اللي كان في ذاك الجامع وكتهزهم وكتخش حتى الواحد النهار مشات لوحد الجامع كيقولوا ليه الجامع القديم فوسط قرسيف ودخلات وبغا تسرق داك المصاحف كما كدير ديما هزت داك الشي اللي قدرت عليه وخبعتهم في حويجها وخرجات في العشية جاء الإمام وكيلاحظ أن عدد المصاحف نقصوا دخلوا الشك شكون غايكون سرقهم لغا تدليه بقى لفقه حاضي دوك المصاحف من بعيد باش يشوف شكون كيسرقهم شوية وهي تدخل داك البنت وبدأت كتجهز في دوك المصاحف اللي بقى وكتخبيهم في حويجها الإمام خليها تأسهلات ومشى عندها وشدها من يسولها علش كتسرق دوك المصاحف قالت له حقا راه غير كنت ديهم نصدق بهم على الناس باش نشجعهم يقرأ القرآن من بعد جاءوا البوليس ودوها الكوميسارية باش يحققوا معها وبحال هاد أنواع السرقة الغريبة انتشرات مؤخرا بحال دوك الأشخاص اللي كانوا قبطوهم كيسرقوا الصبابة وصنادل دي المصلين وكيخليهم يدخلوا يصلي وكيهزوهم وكيبيعهم في البال شكرا على حسن إنساتكم نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة